السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي مرة أخرى في فيديو جديد مع وصفة جديدة اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الاقتراح ليساهل ماهل كيف معه وتكون دائما مكونات اللي بسيطة جدا تحضره فرمجة تعين هكا الفطور الصباح او لالقوة تاديا اللي شية دوزي بها تاديا لكل كاس القهوة كجلديدة بزف هشة ما تشبعوش منها متأكدة انها غتنال اعجاب ديالكم غير تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير وإلى عجبكم الفيديو أخواتي ما تبخلوش اللي بتشجيعات ديالكم اللي كتفرحني بساف تخليولي جيم للفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا فبسم الله على بركتي الله غنبدو بالمقلة اللي غنستعملو القطر ديالها 24 سنتيمدر ومن الاحسن تكون هكا مقلة غير لاصيقة كنتدونوها مزيان بالزبدة كما كتلاحظو معي هاد الوصفة هادي غنستعملو فقط المقلة بدون فورن كتوجد بسرعة في أقل من عشر دقائق كتكون واجدة كما كتشوفو كنرشل قليل من اسمي دقيقة كنحاول نوزعو على المقلة كاملة ونخليها جانبا بسم الله غنجيبوا واحد الإناء غنوضعو فيه بيضة واحدة يستحسن تكون بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش باردة كنضيف عليها جوج ملاعق كبار من السكر وغنضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح وغنحاول نطرب هاد المكونات حتى كنحس بها داك السكر داب ثم غنضيف نصف كاس من زيت النباتية وكذلك يمكن تعوضوها بزيت الزيتون لكم كل الاختيار حتى هي كتجيبها زوينة هنحاول نطرب المكونات ديالي هكا باش كنساجموا مع بعض ومن بعد غنضيف كاس ديال حليب كذلك يكون بدرجة حرارة الغرفة ممكن تعاوضوه غير بالماء إلا ما كانش متوفو والآن غنضيف جوج كؤوس من السميدة رقيقة اللي كانصابو بها البغرير أو اللاها كالبسبوسات سميدة رقيقة كل كاس كيوزن مياه وخمس وعشرين جرام هنا يضفت كذلك خمارة ديال الحلويات الوزن ثمانية جرام هنخلط جيدا الخالات ديالي كيكون القوام ديالو هكدا شوية خفيف لأن كما كتعرفو سميدة رقيقة شرب يعني ضروري يجيكم الخالات بهذا الشكل خفيف ماشي قاسح المقادير رهم جد مضبوطين وغتلقوهم مكتوبين أسفل فيديو في صندوق الوصف كيف العادة مباشرة غير كنخلط الخالات ديالي اللي كنفرغو في المقلات اللي كنكونو وجدناها من قبل ضروري توجدو المقلات ديالكم هي اللولة باش ما تخليوش الخالات ديالكم ويشرب لكم هنا كنحاول نقادل لها الوجه ديالها ولنسوي لها الوجه ديالها بهذا الشكل هذا كما كتشوفو اراها سهلة بزاف ضغي كتتحضر ومكونات بسيطة وكتجيل ديالة ما تشبعوش منها الآن غنشال عليها النار دائما كنستعمل هذا الراس الكبير باش كتوزي عليها العافية على المقلات كاملة ولكن كنقص النار جد مهيلة بحل شميعا ومليك تحطو المقلات ديالكم فوق النار ضروري ما تغطيوها بشي غطاء ولا بشي صينية بهذا الشكل وهنايا من بعد مداز 8 دقايق بالضبط ما تغفلوش عليها انها ما بين 8 حتى 10 دقايق كتكون صافي تحمرات كيبانوا لكم هاد الجنب كاملين صافي رات تحمرو كتجيبوش شي سباتشو لها كتدوزوها من الجوانب باش تأكدو انها ما لسقاش وكتحاولو تقلبوها بشي طبصل او لبشي صينية بهذا الشكل هادا وكتقلبوها على الجهة الثانية تواني فقط كتكون تحمرات من الجهة الثانية كيما قلت لكم في 10 دقائق كتكون واجدة كنا اعتادر لان المقطع اللي فاش قلبتها وفاش حطيتها عود ثاني في طبصل للتقديم ما كنتش كنصور انا عند بالير على التليفون كي يصور ساعة وقف كيكون هادا هو الشكل نهائي ديالها صراحة كتجي رائعة كتجي محمرة كلها من جميع الجهات وكتوجد بسرعة كيما قلت لكم في 10 دقائق كتكون واجدة كالجي لديدة بزاف جمعة ما بالملوحة والحلوة انا خلتها كيما هكا بغيتها بهكا الا بغيتها حلوة ممكن تدهنوها بالقليل من المربل مش مش من الفوق وطرشوا عليها الكوك او للوز او للكوكا ومهرمش لكم الاختيار الا بغيتو هكا تاكلوها مع الجبن او مع الزيتون او لا هكا صراحة انا كتعجبني بحال هكا نجوم على حسب الاختيار ديالكم مهم انها كتجي لديدة شيشة رطبة كتجي لديدة بزاف كنتمنى اخواتي تجربوها لانها فعلا كتستحق التجريبة وضغية كتوجد يعني بسرعة جدا مكوينتها بساط جدا كنتمنى اذا عجبكم الفيديو توصلوه لاكبر عدد من لايكات وتشتركو عندي في القناة لباقي ما اشتركتش وكذلك تسبرتاجوا الفيديو هكا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم لكي تعم الفائدة كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة كنشكركم على التعليق ديالكم الطيبة لكي تخليوا لي وان شاء الله نتلقاوا في فيديو اخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله